شهد مركز كومي بإقليم اللقون الشرقي انضمام عدد من الأشخاص إلى صفوف حزب الحركة الوطنية للإنقاذ كان ذلك في حفل راسته والمنسقة النائبة للمكتب الأبيض فاطمة النادينغار شماد جبريل أنجيني بواسطة المكتب الأبيض لمساندة الحركة الوطنية للإنقاذ لحج هيجا ديبي انضم عدد كبير من المناضلين والمناضلات إلى حزب الحركة الوطنية للإنقاذ قادمين من سلاسة أحزاب سياسية مؤارضة ولمعرفة الأسباب والدوافع التي أتت بهم لاتخاذ مثل هذا القرار بتغيير توجهاتهم السياسية قال ممثل المناضلين في الكلمة التي ألقاها واصفا التحقيقات والإنجازات في مختلف المناطق تعتبر أشياء واقعية ومشاهدة قام بها حزب الحركة الوطنية للإنقاذ ولكن في المقابل مقارنة ما لحزاب السياسية المؤارضة الأخرى فالفجوة واسعة أما رئيس مكتب العبيض للفرعي من ناهيته قال إن هذا الفعل الذي قدم إليه حؤلاء المناضلين يدخل في إطار المراجعات الزاتية ولذلك أكد أن اتخاذ مثل هذه الخطوات يكون له إنيكاسات إيجابية في مسيرتهم السياسية كما شملت المناسبة أيضا انضمام أبناء قبيلة الفلاني إلى حزب الحركة الوطنية للإنقاذ لأن فكرة الاتحاد والتوحود يعتبر في حد ذاته قوة لأن هذه الأقلية تعاني كثيرا من التصرفات السيئة لمسؤولي السلطات التقليدية وفي هذا الصدد أكدت فاطمة ندينغار للأهالي أن كل هذه المطالب والشكاوى سوف يتم رفؤها إلى الجحات المعنية لتغيير وإصلاح هذا الوضع وأخيرا تناشدهم بالعمل معا لدعم سياسة حزب الحركة الوطنية للإنقاذة اشتركوا في القناة